ناقش مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فإقزيدان طلب زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وقال المجلس في بيان إنه يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب مبينا أن مهامهم محددة بإدارة القضاء فقط وليست من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ودع المجلس كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ويؤكد المجلس أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للإجتهاد أو التأويل ترجمة نانسي قنقر